بنقابل ناس كتير في حياتنا بنبقى محتاجين نوصفهم منهم اللي بنحب نوصفه بصفات حلوة ومنهم اللي بنحب نوصفه بصفات وحشة النهاردة بقى هنتكلم على الانجليش او الصفات السيئة في الباني قدمين لنبدأ واول صفة معنا النهاردة هي صفات كورني وكورني دي معناها سيلي يعني زي مثلا اشهر حد كورني في المجتمع اللي حولينا ده الخليل كومي دي يعني الكلمة اسمها ايه معلش كورني شكرا كورني شكرا كلمزي كلمزي وده الشخص اللي متدهول على عينه مثلا بعض الوقت كلمزي 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 يعني بالبلد كده حد يعني متدهول الحاجة حواليه زي الأطفال يعني وكبر والله يا حياة متفرفت حواليك وبنوعد للمو يا رب للمو نفسكم للمو نفسكم تمام بعد كده عندنا الصفة فوني فوني معناها الإنسان الفشار اللي دايما بيقول حاجات مش حقيقية وبيحاول يعيش دور مش دوره أو حياة مش حياته يعني ممكن نقول ماشي مزبوط جميل جدا دا نكستوان والصفة اللي بعد كده معنا هي صفة نوزي ونوزي جاء من اسمها يعني يا جاء من نوز فنوزي ده حد بيدخل في مالوشفي فدايما بيحشوا نفسه في مواقف محرجة جدا 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 واخد بالك يا محمد نوزي عارف انت الشخص اللي ممكن يقولك انت مرتبك كام أو كده انت مرتبك كامل او كده او كده نوزي الناس المغلوة ممكن تصفهم بكاذا طريقة بالإنجليش أسهل طريقة و أسهل كلمة لها كلمة كاكي 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 اشتركوا في القناة